ننتقل بقى خلينا لملف تاني وملفه برضو محترم احنا بنحب نعرض لحضراتك وكل الانشطة اللي بتتم من كمان الجهات المختلفة هروح تحديداً لوزارة الشباب ورياضة عن كمان تفاصيل هنا النسخة التمنى من ماراتن زايد الخيري واللي مفروض هتنفزه الوزارة تحديداً بمدينة نصر الدولية للألعاب الأولمبية ما كان اعتقد برضو موفق ودكتور أشف صبحي وزير الشباب ورياضة كانت تكلم عن أهمية القيم الإنسانية وركز عليها كمان تحديداً في هذا الماراتن الخيري بجانب كمان دورة في التشجيع مفروض والتحفيز على ممارسة الرياضة وبالإضافة كمان على تخصيص العوائد ودي نقطة بقى المهمة العوائد اللي هتكون من الماراتن ده طبعاً من خلال الاشتراكات هتروح للأعمال الإنسانية الخيرية فأعتقد دي نقطة محترمة جداً وأشهر كمان أن النسخة دي هي نسخة بالفعل استثنائية للماراتن ومكان تنفيذه كمان أحد أهم إنجازات الجمهورية الجديدة كنت أقول لحضراتكم أكيد برضو مكان يعني اختياره كان موفق بشكل كبير جداً